قصة صانع السعاد من كتاب الفلسفة في ميزان التفكر الإسلامي تأليف الدكتور أنور سعيد القبالي بصوت إسلام عادل بعد أن أغلق المتجر أبوابه استفقت الساعات من سباتها لتبدأ اجتماعها اليومي أجيال عديدة مرت على هذا المتجر منها من هرم ومنها ما قد مات وأخرى ولدت بالأمس وعلى الرغم من تعدد جنسياتها وأشكالها وألوانها وجودتها وأسعارها إلا أنها كانت تطرح السؤال نفسه في كل ليلة من صنعنا وكيف أوجدنا وما هو شكله قالت ساعة يدا صغيرة لابد أن ساعة كبيرة قامت بهذا الأمر فساعة صغيرة لن تستطيع فعل ذلك ردت ساعة سوسرية باهظة الثمن بلهجة متكبرة ليست كبيرة فحسب أعتقد أن ساعة كبيرة مرصعة بالجواهر ولا تقدر بثمن هي من قامت بصنعنا فلا شك أن من صنعنا ثمنه يساوي أضعاف ثمننا مجتمعين لا أعتقد ذلك هذا ما قالته ساعة الحائط ثم أكملت أنا على يقين تام أنني من نسل الصانع الأساسي وأنا أجزم أنه من صنعنا جميعا إن ساعة الحائط الأولى العظيمة هي التي صنعتنا وجاءت بنا جميعا إلى هذا المكان ردت ساعة أخرى صنعت بغاية الدقة والتعقيد يا لك من حنقاء وأردفت بلهجة غاضبة ما أنت إلا صندوق خشبي متهالك كيف تجرؤين على قول أن من صنعنا هم أجدادك؟ لابد أن من صنعنا هم أجدادي أنا متأكدة أن الصانع الأولى هو ساعة متنهية الدقة تعجز أي ساعة عن فك شفراتها فقالت ساعة أخرى بسيطة الصنع رخيصة الثمن لا أعتقد أن أحدا صنعنا أنا أؤمن أن من أوجدنا هنا هو هذه الغرفة التي حولنا وسيأتي يوم نموت فيه كما حصل لأسلافنا قالت صديقتها ولكن إذا كانت هذه الغرفة من صنعتنا فمن هو الذي صنع هذه الغرفة؟ لابد أن تكون ساعة عظيمة صنعتنا وأورثتنا تلك الدقة المتناهية لضبط الوقت الوقت؟ لحظة وجدتها نعم الوقت هو من صنعنا قالت ساعة بنذول تقف في زاوية المتجر يا له من استنتاج ساذج وكيف للوقت أن يصنعنا؟ ونحن من نتحكم به ونشير إليه هذا مستحيل إن من صنعنا ساعة خارقة الذكاء وأضافت قائلة وبكل ثقة نعم خارقة الذكاء لأنها صنعتنا بطريقة عجيبة حيث إننا نعمل طوال الوقت ودون توقف بدقة واتزان وبطريقة ميكانيكية كهربائية غاية في الإعجاز لدرجة اعتقادنا لوهلة أن كل ما نحن فيه هو عملية تلقائية لا تحتاج لصانع ولا تحتاج لأحد يرعاها ولكن هيهات هيهات فعلى الرغم من التلقائية في عملنا إلا أننا لا نساوي شيئا دون صانعنا بمجرد مرضنا واضطراب أمعائنا أو نفاذ بطارياتنا تنقطع بنا السبل ولا نجد حبلا للنجاة إلا حبلا من صانعنا ضربت ساعة منبه جرسها وقالت بكل ثقة ورزانة استمعوا إلي جيدا أنا أعلم ما لا تعلمون سأروي لكم ما أخبرني به جدي كان جدي يتميز عن باقي ساعات عصره بأنه ذو حس أعطاه القدرة على التواصل مع صانعه ماذا تقولين؟ رأى الصانع؟ يا له من محظوظ أكان له ثلاثة عقارب أم أكثر؟ أم كان رقميا؟ كم حجمه؟ هل كان مرصعا بالجواهر؟ هل كان يتحكم بأربعة وعشرين ساعة أم أكثر؟ هل يحتاج بطارية لكي يعمل؟ ولو كان كذلك لكانت بطاريته بحجم هذه الغرفة؟ إنهالت عليها الأسئلة من كل اتجاه فقالت على رسلكم ليس هذا ولدك ولم أقول أن جدي رآه ولكن أقول إنه استطاع أن يتواصل معه فقط وعرف عنه الكثير فلقد أخبرني أن من صنعه شيء عظيم ليس كمثله شيء بيننا ولا يحتاج بطارية كي يعمل وليس بمعدن وله قدرات عظيمة في صناعة الساعات وله شكل لا نستطيع تخيله إطلاقا فقدراته وقوته وعلمه يساوي ألاف الساعات من الوقت وما علمنا إلا بثانية من علمه يا لك من مجنونة وما جدك إلا ساعة خرفة أتريدين أن تقنعين أنه لو كان هناك من صنعنا فإنه ليس بساعة مثلنا لن نصدق ذلك حتى نرى بأعيننا لن تستطيع ذلك لأن جدي أخبرني أن من وصل إلى معرفته عدد قليل من الساعات على مر الزمن يتواصلون مع الصانع بطريقة خاصة نحن لا نستطيعها وما أريد أن أقوله لكم أيضا أن من صنعنا هو نفسه من صنع هذه الغرفة التي نعيش فيها بل وصنع أشياء أعظم شأنا منا فقد صنع شيئا يسمى طائرات معلقة في الهواء ويستخدمها صانعنا للتنقل من مكان لآخر في وقت قياسي في المكان الذي يعيش فيه فما هذه الغرفة إلا جزء لا يكاد يذكر من عالمه وما هذا إلا مثال واحد على ما يصنع فهو عظيم يصنع ما نعلم وما لا نعلم فكفوا عن هذه التساؤلات اليومية واحتفظوا بما تبقى لديكم من بطارياتكم لتستغلوها فيما صنعتم من أجله فقد سئمت من اجتماعكم اليومي الممل ولقد أوضحت لكم الأمر فجدي كان معروفا بصدقه وأمانته وأنا أؤمن بما قال لي لذلك أنا أعيش براحة وسعادة وطمأنينة ألا أفكر بما تفكرون به يوميا وإنما ألتفت لعملي وأبذل ما بوسعي لأقدم أفضل ما لدي لحقق الهدف الذي صنعت من أجله وكما ترون أنا أعيش هنا منذ سنين طويلة وصانعي يرعاني ويهتم بي على أكمل وجه ذلك أنني آمنت بما قاله لي جدي فاشتغلت بما صنعت من أجله وها أنا أتمتع بصحة جيدة وحياة رائعة أنا وأصدقاء الذين صدقوني انظروا إلى تلك المجموعة النائمة من الساعات في زاوية المتجر لقد صدقوني وهاهم يعيشون بسلام وأمان تحت رعاية صانعنا أما من كذبني فقد نفدت بطارياتهم في التفكير بما تفكرون به ليلا نهارا حتى انتهت حياتهم وألقوا في القمامة أو استخدمت بعض أعضائهم لخدمتنا أنت ستموتين أيضا وسيلقى بك في القمامة وستستخدم أعضائك لخدمة غيرك من الساعات هذا ظنكم أيها المكذبون إن صانعنا عهد إلينا أنه من يؤدي عمله على أكمل وجه سيأتي عليه يوم عندما يصبح كهلا أن يوضع في مكان عظيم رائع الجمال ليس كهذه الغرفة الدنيئة بل هو مكان مختلف تماما لا عمل فيه بل راحة واسترخاء في حجرة عرض زجاجية مستقلة لكل واحد منا إلى الأبد وسنحصل على اهتمام كبير وشهرة منقطعة نظير وستكون أسعارنا خيالية وأجمل ما في الأمر أننا سنستطيع رؤية صانعنا أهههههههههههه أهلك من مجنونة أنا مستمتعة بسماع قصتك الخيالية وما هو اسم ذلك المكان الخيالي العجيب أخبرني جدي أن اسمه المتحف كم أتحرق شوقا للذهاب إليه لأقابل جدي قالت ساعة الحائط باستهزاء بلهجة استنكارية وهل أخبرك جدك ما هو اسم صانعنا الخيالي؟ نعم أخبرني أن اسمه الإنسان وهو ليس بصانع واحد بل هم كثيرون في الظاهر ولكن حقيقة الأمر أن الإنسان ما هو إلا أداة لتطبيق ما يمليه عليه صانعنا الأوحد ويسمى العلم البشري قالت ساعة رقمية لا بد أن ما تتحدثين عنه شاشة كبيرة تعمل باللمس وفيها أرقام لا تحصى فجيلنا الأكثر تطورا وذكاءا بين أقراننا من الساعات ولكن لدي تساؤل من صنع صانعنا الذي أسميته الإنسان؟ قالت ساعة المنبه بعد تنهيدة عميقة هذا السؤال الذي سأطرحه عليه عندما أراه في المتحاف وللخالقي المثل الأعلى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر